بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح دلوقتي يا شباب معنا الابدومين الكافيتي والموضوع ان شاء الله بسيط جدا. لالفظ سهلة. احنا بس حبينا نخلي الكلام وراه الصور على طول. طبعا اللي حيسمع الفيديو ده ومعاكو التلات ورقات اللي بخاطر ايدو انا مدهولكو في الحصة او نزلتو مع النت اللي ما حضرش الحصة. ما تمسوش في كتاب تاني بقى خلص. انا مش محتاج الكتاب تاني. مش مطلوب منك انك لازم تقول بقى مش عارف ايه. شوف الرسمة وتخيل حتلاقي الموضوع ان شاء الله في منطقة البسطة. طبعا بقول لي الابدومين الول بيتقسم لانترولاترال وباستيريور سيرفز. انترولاترال وباستيريور. طبعا مش محتاج اقول لك ان هو بادئ من الديافرام لحد الحضر بلبس لان ده كلام سهل. مما يتكون من طبقات كتير. طبعا الطبقات دي ان شاء الله اللي فيك بقى هشتغل دكتور نيسا وهيولد هيقعد يفتح كل الحاجات دي ان شاء الله. طيب عندي سكن سوبرفشيا الفاشية والمعلومة المهمة جدا اللي اكدنا عنها في الحصة لو تفاكرين في اخر الحصة قلنا مفيش ديب فاشية في الابدومين الول. مفيش ديب فاشية في الانتيريور الابدومين الول. ليه يا دكتور? انا قلتلكو انا ليه عشان وظيف الديب فاشية اللي فاكر كده من اول المنهج مش محتاجينها هنا خالص. طيب في كلمتين خفاف قوي من الرسمة اللي قدامكو دي. بقول عليه يعني مش ماسك في اللي تحته. ما عادة عند يعني السرة. لو جيت تمسك عند سرة هتلاقي السرة ماسكها جامد قوي في اللي تحتها. ده مش عارف تمسكها. طبعا السرة دي بيعتبرها في بعض الاحيان. يعني نتبة. كأنها علامة. يعني عارف انت علامة بتميز البطن. زي كده ما كنت بقول لكم في الحصة لو حد تحرق ما كانت حرق كده لما الجلد بيرجع تاني بيسيب نتبة. بيسمع سكرتش. يبقى احنا عندنا عشان تلمي معي بقى قيل له. هو اللي كان كان ليس ماسك كويس في الاندرولاج معادة الامبلايكس. طبعا فيه لو فاكرين اللي نسموها بتاعة اقطع من هنا. السؤال اللي جي في الكوز اللي فات لو تفاكرين. بتاعة اقطع من هنا. عشان اللي عايز يفتح البطن المفتول انها نزلة. داون وارد فور وارد اند هرزونتل يعني ايه. يعني مش دواير داير ميدور يا شبابنا. عارف انت دواير بس ميلة لتحت شوية. فهي في الاصل داير ميدور. ماشي? الامبلايكس اتفقنا انها بتبقى في النص بالزبط عند حاجة اسمها اللينيا قلبة هوريها لكم في الرسم دلوقتي. اللي في نص الجسم بالزبط. وبقول عليها ان هي المكان اللي كان بطلع منه الامبلايكس الكردي في الفيتس. انا قلت تلات معلومات بس. ان هو مش ماسك في الاندرلاينج معادة في الامبلايكس. الامبلايكس دا في النص تبقى ماسكة في اللينيا قلبة. الناس لها داير ما يدور بس لتحت والقديم. تمام كده? طيب السوبرفيشية الفاشية من الرسمة سهل قوي. يقول لي فوق الامبلايكس فيها سنجلير. وفيها كمية فاتمة عقولة. فوق الامبلايكس سنجلير كمية فاتمة عقولة. تحت الامبلايكس تحت الامبلايكس على طول كامبر. كامبر في سكارب. كامبر في سكارب ما تنسوهاش. اسئلة مباشرة جماعة مش محتاجة حجز. السؤال هيجي ازاي يا دكتور في الباديول مباشر كده. يقول لك الطبقة اللي موجودة مش عارف ايه ومليانة كمية فات كبيرة اسمها ايه? كامبر. احنا كامبرناها اهو. ما تنسوهاش بقى. ببقى مليانة فات. سك ومليانة فات بالزاد في الفميل اللي هي لونها اصفر دي. اسمها كامبر زفاشية هي. اسمها كامبر زفاشية. انما اللي تحتها الخضرة دي اسمها سكاربس فاشية. دي سين وممبريناس. سين وممبريناس. ودي اللي بيمسك فيها الابونيوروزس او الغشاء بتاع عضلة الاكسترنال اوبليج مصر. احنا قلنا بافل امبلايكا السينج اللي هي رفها شوية فات بسيطة. بعد كده كامبر على طول تحت الامبلايكا سكمبر. اللي برا كامبر ومليانة دهون ولونها اصفر اهو. اللي تحتها سكاربس فاشية وسكاربس فاشية دي ايه? سين وممبريناس. ما حدش ينسى الكلام ده جماعة لان الكلام ده مهم اهو. العضلات بقى. العضلات انترولاترال وانتيريور. اللي انتيريور بصوا كده. اللي فيها السكس باكس اهي. دي اسمها ريكتاس ابدوميناس مسل. اسمها ريكتاس ابدوميناس. واظن احنا عارفينها اصلا من درس المسلز قبل كده. وفي واحدة تحتها هتبقى في المكان ده ان شاء الله عورها لكم حانا اسمها بايريميدالس. اسمها بايريميدالس لان شكلها بايريميدال انشي. دول الانتيريور. يبقى مين الانتيريور اللي في وشك? اهو. باينها خالص اهو. ريكتاس ابدوميناس. حتى فوقها شيس اهو. وتحت حاجة اسمها بايريميدالس. لكن مين الانترولاترال? مين? الانترولاترال. الانترولاترال. اوبليج مسل. شايف? اهي باينة هي. بص بدأ من هنا الهنا. واللي كان بتسألني في الحسة دكتور نعرف ارجن من انسيرشن ازاي? من الحركة. اللي بتحرك هو الانسيرشن في العادي. دي اكسترنال اوبليج. بص يا ده كاترة الكلام اكسترنال اوبليج. بدأ من هنا هنا وعشان ده اللي احنا نحكيه حالة. لما الانترنال اوبليج مشي العكس شايف المنظر? اهو. عشان خاطر يبقوا قفلين على البطن جام. دي ايه هي. بص اوبليج اهي? اوبليج. انترنال اوبليج. طبعا عشان اشوف هنشال الانترنال من وراها انترنال انترنال وراها سوركس. امشي بقى بالراحة كده? اكسترنال اوبليج. اهو. اللي اخدر دي يا جماعة الاكسترنال اوبليج. ركز عشان خاطر كلامي يبقى سهل. الاسئلة المباشرة. اولا هي اظن واضح مش بحتاج احفظ كلام. اهي? اللي اخدر ده لحمة انما اللي ابيض ده غشاء اسمه ابنيوروزيس. مماسك في خط في نص جسمه بالزبط اهو ده اسمه اللينيا قلبل لسا يلينا عليه فوق. فلما يقول لك هي فلشي فين? فلشي على الجنب اهو? بينا خالص. لكن ابنيوروزيك في النص. محيت قدام يعني. طيب هي اللارجست والموست السوبرفيشيال. ده سؤال امتحانه بل. هي اكبر واحدة فيهم وهي الموست السوبرفيشيال. هي تمانية فلشي ديجيتس. من اللور تمانية ريبس اهم بص. طبعا لو عدتهم هتلاقيهم تمانية اهم. لول تمانية ديجيتس. يعني تمان حتت طالعين من اللور تمانية ريبس. الديريكشن. هل احفظي يا دكتور? لا تخيل. عايز تشوفه من الرسمات دي هي وتحفوره في دماغك. عايز تشوفه من الرسمات دي وحفوره في دماغك. ماشي ازاي بزمكو. ماشي لتحت يبقى داون وارد. ونحيت قدام. بقى فورورد. ونحيت جوه يبقى ميديا لي. اهو. داون وارد. فورورد. ونحيت جوه يبقى ميديا لي. فالكلام يا جماعة مش محتاج لحفظ. ماتتقلوش على نفسكم. خلاص يبقى تمانية ديجيتس. دي ايه? اكسرنال اوبليك. الناس ماتتوش. اكسرنال اوبليك. اكسرنال اوبليك. كانت زالارجست اند موست سوبر فيش. تمانية فلشي ديجيتس. تمانية ريبس. الديريكشن زي ما انتا شايفه فمش حقوله. مش حقوق عدمها كتير. طب الانسورشن هنتخيلها بقى بالراحة. الفلشي بارت. اخر اتنين ديجيتس خالص اهم. هنا اهو. شفتوا المنظر يا جماعة? هنا اهو. هتطلعها لكم عشان تبقى بين اهو. ده ايه لو حد فكر من ايام الحصة? ده اسمه اسمه عشان دي عضمة الاليام. خلاص? ودي الاسكيم هي? ودي البيوبس اللي نحيت قدام. او من هنا هم. طبعا اللي باين دي دي البيوبس. والحتة ده هي هي الاسكيم. الاليام بقى كل ده هو. اسمها اليا كريست. اظن باينة في الرسم مش روض احفظ بقى. يبقى الفلشي بارت ماسك في مين يا عم? انتي ديور هاف اوف اوتر لب اوف اليا كريست. يعني ماسك في الاليا كريست ايه? اهو من فوقه. في الاليا كريست. طب الابو نيوروزيس. الابو نيوروزيس بمنتهى الهيافة. الرجل ماسك في مين من هنا هو? لحد تحت. فالقصة سهلة والله العظم. ماسك من عند الزيفويد اهو في الاسترنام. اهي باينة خالص اهو. داخل في الزيفويد اهو. ومكمل مكمل 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 في حاجة اسمها اللينية قلبة. لينية قلبة. طب من تحت. بصوا بقى من تحت اهو ماسك في ايه مين من تحت. بصوا منظر اده كاترة اهو. ماسك هنا اهو. ده اسمه ايه? هنا وهنا. اهيه. تانية اهو. يبقى تمانية ديجيتس. بينا خالص اهي تمانية ديجيتس. ده الاورجين. الانسيرشن الجزء الفلشي التحت. نينهم متسكين في الايلياك كريستا. الابو نيروزز من جوه. عشان كده بقولك لو قررت الورقة هتحسن موضوع كبير. لكن في الرسم الموضوع سهل. اهو. من فوق ماسك في الزيفويد واللينية قلبة. طب من تحت ماسك هنا وهنا. شفتوا منظر? هنا ده اسمه الاسيس. انتيريور webinar ou اسمها الاسيس. وماسك هنا اهو. دي البيوبس اهيه? ماسك فين يا شبابنا? في البيوب اكريست. اهو. بقيتنا خالص اهي. البيوبس من هنا. وهنا الانتيريور webinar سهلة كده. بصوا على الرسمة بقى وطلع منها الكلام. طب ما نطلعش منها الكلام الليي بتحان حضررتك اما تشوف. افتكر الرسمة دي قدامك ده الاكسترنال كبليج. هتحل زي الفل. خلاص يا شبابنا. بجمعها معي بقى الاكسرنا اللي بليك طالع منين تمانية ديجيتس يبقى تمانية الانسيرشن الفليشي بارته هو من تحت عند الاليا كريست الابو نيروس من فوق زيفويد ولينيا قلبة ومن تحت ماسك في الاسيس والبيوب الكريست طبعا اللينيا قلبة دي ريف بدء من الزيفويد لحد السيمفس جيوبس تحت طبعا اللور بارت ده ان شاء الله هنبقى شايفين في حاجة اسمها انجوانا اللي جمانت اللي هو الخط اللي انا معلم عليه ده هنشوفه قدام لسه هنشوفها جوه دي بتبقى فتحة فوسط الابو نيروس هنشوفها قدام انا خدتي الغد الوقت يلا عشان ما حتشتوه يلا يا شطار خدت الاسكين والفاشية واللي فاكر فاشية تحت لكن اللي فوق اللي مليانة فات كامبر كامبر تيبقى مليانة فات اكسترنا الابليج ادي الارجن والانسيرشن بتاعها هو مرة اخيرة من رسم طيب الانترنا الابليج شايفي الكلام عامل ازاي يخض لكن من عن رسمة الدنيا سهلاوي بص يا سمد دي لامبر او سراكو لامبر فاشية اللحمة دي هو جزء الفلش بتاع الانترنا الابليج وده الابو نيروس هنشوف يا شباب تعانى تخيل الديريكشن بتاع اهي 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 تبقى ابوارد ابوارد اند ميديالي ابوارد اند ميديالي ما هو ده ميديالي اهو يا جماعة اهو ده ده اللين يا ألبا من قدام يبقى ابوارد اند ميديا يبقى محتاج احفظ الارجين بص بقى كده بنراحة وقول لي انت الارجين كده وخليك شطور طلع من هنا ومن هنا ومن هنا شايف انت المنظر اهو طلع من التلاتة دور يبقى طلع من السراكو لامبر فاشية او اللامبر فاشية طلع من الاليا الكريست طلع من الانجواينا الليجامل اظن الكلام واضح خامس اظن اهي من هنا اهو يطلع من هنا ومن هنا ومن هنا يلا شطار يبقى طلع منين لامبر فاشية الاليا الكريست طالع من انجوائنا الليجامنت ومشي أبوارد أظن واضحة جدا يبقى الأوريجن مرة كمان طالع من إيه من ثلاث حاجات أهي قدامك أهي لامبرفاش جزء فلشي وجزء جزء الفلشي أظن واضح بالنسبة لكم جدا أنه راح للإنفيري وبوردر بتاع اللور ثلاثة ريبس أهو يا جماعة أهو حتة اللحمة هي مسكة في آخر ثلاثة ريبس أهي الحتة اللحمة مسكة في آخر ثلاثة ريبس طب الأبو نيوروزيس بصوا الأبو نيوروزيس طالع لفوق لحد سبعة وتمانية وتسعة كوستال كارتش دكتور وفي سبعة وتمانية وتسعة كوستال كارتش آه طبعا في كوستال كارتش في كل الريبس الفكرة أن أول سبعة كان كل واحد بكوستال كارتش الواحد لكن كلهم فيه يبقى بدأ منين تاني من لامبرفاش إليا كريست إنجوائنا اللي جابت الفلش بارت في اللور تلاتة ريبس طب الأبو نيوروزيس بارت من فوق الأبو سبعة وتمانية وتسعة كوستال كارتش طب في الوسط يقولك حيقوم لفف عليها هي واللي كانت قدام اللي قدام إحنا مسمين اسمها إيه بتاع السيكسباكس لو حد فاكر ريكتوس أبدومنوس فيعمل عليهم حاجة اسمها ريكتوس شيس يبقى مسألك من دلوقتي على ما نوصل قدام الريكتوس شيس محوط إيه الميدل بارت وهو المين بارت بتاع الانترنال قبليج واسمه ريكتوس يبقى محوط الريكتوس سهلة كده طب اللور عمل حاجة اسمها اللي ده يا جماعة بصوا اللي نزل تحت خالص أهو وبصوا هتنتهي فين هتنتهي نهو شايف هتنتهي نهو دي ايه باشا دي الإسكام دي عظمة الإسكام شوفهم انتهي فين أهو بصوا بعينيك أهو الراجل نزل هنا هوا هيعمل حاجة اسمها وهتمسك بالحطة دي في الإسكام بصوا بقى الكلام كده عشان نقرأ يقول لي هوا نفتكروا كده الإكسترنال أبليج تحت تمانية ديجيتس افتكرت؟ طيب النهاردة دلوقتي في الإنترنال أبليج طلع منين يا عمم التلات حاجات أنا أفاكرهم من الرسمة مش حاجب لك الرسمة بقى افتكر أنت الواحد الفلشي بارت في اللور تلاتة ريبس إنما الأبنيولوتك بارت قبر وميدل ولور القبر من فوق فين؟ في الرسمة باين يبقى سبعة وتمائين وتسعة كوستال كارتش المين بارت متحوط هو بريكتوس أبديمناس بريكتوس شيس خلاص؟ حوالين بعض فيعملوا شيس شيس يعني غشاء شيس يعني كيسة محوطة اللور أرشد أب يعني تقعد تلف حوالين سبرماتيك كورد اللي هو الحبل المنو في الراجل وهتتحد مع الأرشد بتاع الترانسفيرزاس أبديمناس مصل عشان في النهاية يروحوا فين؟ لسه قيلين في البيوب الكريستي ده اسمه بيوب الكريست وحاجة اسمها بيكتينيا قلبط طبعا طبع الفاشية مش شابان في الرسم بس هتمسك في مين؟ بيوب الكريست وبكتينيا قلبط طب حبصوا على الرسمة هقولهم الرسمة مرة يلا 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 ههو هي الحتة الحمراء دي بباينة من لمبر فاشي ماشي طب 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 من فوق سبعة وتمانية وتسعة كوستال كارت وليش باينة هي؟ أهم سبعة وتمانية وتسعة كوستال كارتش الميدل بارت متحوط بالطبقتين دول اللي اسمهم ريكتاس شيس من تحت يا سيد هتقعد تلف 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 لغاية ما تمسك في البيوب الكريست وحاجة اسمها بيكتينيا قلبط باكده قلنا حاجة اسمها وحاجة اسمها دي سهلة مش بتاخد في ايديكو سواني بقى كريماستريك مصل كريماستريك مصل ده يا جماعة اللي محواطة الاسبرماتيك كورد الاحمر ده الاسبرماتيك كورد الخضرة دي اسمها كريماستريك مصل بتركوا عليها في الحصة بتبقى لوبس لفة حوالين التستس وحوالين التستس اللي هي الخسيطين والحبل المنوي طبعا عشان بتتحكم في انها تحاول تبعد او تقرب الخسيطين عشان لو درجت حارة الجسم اختلف تمام كده يا شبابنا طبعا هي بيجي لها عصة باسمه هي تبعي ده انت بتقول حبل المنوي وتستس خسيطين يبقى تمام كده كده احنا قلنا كسرنا الابريك ترانسفيرزاس ابدومنس والريكتاس ابدومنس بعد كده بقى في الانتير ترانسفيرزاس ابدومنس كلامة سهلاوي طلعا من طلعا من وطلعا من جنب الانترنال اوبليك ما هي تحتها هي زيها بس تحتها طلعا من يا حبيبي ما تريح دماغك طلعا زي الانترنال اوبليك طلعا زي الانترنال اوبليك بس هي ماشية ميديا ماشية ميديا مش زي الانترنال اوبليك من تحت الفوق الانسيرشل بتاعها ابونيوروسوس واسع جداً حيروح لنص الجسم يعني هروح للزيفويد واللينية قلبها ولور مستفايبرز هتبقى معك بونجوينت تندون اللي تحت اللي احنا لسه قيلينه من شوية في الانترنال اوبليك يعني ببساطة الترانسفيرزة قبدومنا سمعت ديها بالعرض فجزء منها قريب من الانترنال وجزء قريب من الانترنال في الارجين والانسيرشل بس انا هقولها في كلمتين طلعوا من الثلاث اماكن هم بتوع الانترنال اوبليك وكمان شبه كده يعني لحد بمال اكسترنال اوبليك طبعا ماشية رايحة بابونيوروسوس في النص هو هيمسك في الزيفويد واللينية قلبة بصوا يا دا كاترة اهي هي دا بصوا اهي رايح تمسك في اللينية قلبة والزيفويد بروسوس تمام سهلة خالص اولا لونج فلات مصل لونج فلات مصل وتحت بروض شوية بروض شوية أبوف عن بلو يعني بدأ من فوق عريضة ونزلة على دي حوالها الكوحيل خلاص طبعا لها تو هيدز الارجين بتاعها تو هيدز بصوا عشان نشوفها احسن كلام يبقى سهل اهي شفتوا يا شبابنا من فوق بروض عن من تحت من فوق بروض عن من تحت لها تو هيدز هم شايفين وداخلين الاتنين في الايه في اللينية قلبة في النص وبدئين من عند البيوبيت كريست اهو يا شبابنا شفتواها بقى كده كويس هي الخضرة دي في الدنيا تبقى سهلة جدا بالنسبة لك قال لك الانسيرشان بتاعها في ليه شي انتو خمسة وستة وسبعة كوستال كارتليش والزيفويد اهو اهو خمسة وستة وسبعة كوستال كارتليش ودي ماسكة في الزيفويد من النص ايهو واضحة يا شبابنا واضحة تبقى هي من فوق عن من تحت لا تهدز من عند البيوبيت كريست اهو وطلع فوق ماسكة في خمسة وستة وسبعة كوستال كارتليش قلنا كم عدلة بقى حلوين قلنا في الانترولاترال كان فيه في الانترولاترال اكسترنال اوبليج انترنال اوبليج وترانسفرز ابدومنس واحدة تحت اسمها كريماستر نعم في الانتيرو قلنا دلوقتي واحدة اسمها قدامك هي ريكتاس ابدومنس واحدة اسمها بايرميداس تهلة خالص اسم المنظر واضح قوي ما بايرميدالس لها بيس تحت ويبكس فوق هل انا محتاج اقرار ورق ما هقدامك قدام عينيك اهي خلاص طبعا هي قدام اللور بارت بتاع ريكتاس ابدومنس اللي حلسة يشوفينها فوق اهو يعني قدام الحتة ده ايه هي قدام الحتة ده ايه باينة خالص الورجن بتاعها من عند السينفزيس بيوبسة هو يا عم البيس الانسيرشن هتمسك في مين قدامكم بالله عليكم ها واضح قوي بقى هتمسك في اللين يا قلبة ميدوي ما بين الامبالايكاس والسينفزيس بيوبس يعني الامبالايكاس تقريبا قصاد المنطقة دي كده هي هنا هو ما بين الامبالايكاس وما بين السينفزيس قصة سهلة خالص اهو يبا كده قلنا حاجة اسمها بيرميدالس وقلنا حاجة اسمها بصة هوم الاتنين قصاب بعضهم شايف بيرميدالس قط تكون هنا ودي الريكتاس أبدوميس النيرفيس أبلاي بتاع العضلات دي من الـ Lower Six سوراسيك سوراسيك نيرفس يعني وقل واحد ده عصب اسمه إليو هايبو جاستريك وإليو انجواين إليو هايبو جاستريك وإليو انجواين لده بيغزي الأبليج اللي همها الانترال والإنترال يعني الانترولاتر يبقى الانترولاترال آخر ستة تي وأول واحدة في الال الامبر يعني آخر ستة تي بيروح الريكتاس ابدميبس. البيريميداليس بيروح لها تي 12 اللي اسمه سابكوستال نيرف. تي 12 اللي اسمه سابكوستال نيرف. يبقى اللور ستة تي ريكتاس. اللور ستة تي زودت عليهم الواحد يبقى الناس الانترولاترالهما الابليك والترانزفيرس. بيريميداليس تي 12. سهل كده الكلام يا شبابنا. ان شاء الله يكون سهل. طيب كلام سهل بقى. ريكتاس شيتس عشان ما تقعدش توجه عدمات. لسه قيلين دلوقتي ان هو سبلت عند اللاترالبوردر بتاع العضلات. وبعد كده يرجعوا يتجمعه تاني في الميدلاين عند اللينيا قلبه. طبعا هو سترونج ابونيوروزس سندوتش ريكتاس ابدميناس مصل. وحتة من الانترنال اوبليك. اهو الانتيرور والابونيوروز اوف اكسترنال اوبليك. وانتيرور لير اوف انترنال اوبليك. البستيرور والعند الترانزفيرسس ابدميناس. ويه? البستيرور بتاع الانترنال اوبليك. ركز بقى عشان ما توجه smaller than this. من قدام اكسترنال وانترنال. الفبانيوروزس بتاع الانتيرور بتاع الانتيرور. الانتيرور انتيرور حدش نسا با. طب الابونيوروزز العلبونيوروزس بتاع مين بقى المرة دي مدام منحية وره؟ اخر واحدة، نحي gucken. ولبستيرور بتاع الانتيرنال اوبليك. يبقى تاني. الانتيرورو هيبقى الابونيوروزس بتاع اكتر واحدة ساة اللي يمين طيب والبستيرور عند بتاع آخر واحدة اللي هي في الحالتين الانترنى يبقى قدامها والبستيرور ولا البستيرور بتاعها كده يا شبابنا اظنوا الموضوع فهل جدا ان شاء الله فاشيا ترانزفيرزالس طبعا ده من بيبقى عند وسباريتة بايبريتونيام بيبقى فيه فاتي تشوف طبعا كلام سهل وهب المجرد اسمه البلاثة بلاي مش هنوقف عنده كتير لان احنا حكناه بالتفصيل في البلفس وحفظناه لانه انا قريب برده طبعا انترنى السوراسيك ارتري ايسينك انتو فاكرين بعيدا باع عن اي تفاصيل انه هو برانشين سببيرور ايبيجاستريك ومسكولوفرينك سببيرور ايبيجاستريك ومسكولوفرينك طب الاكسينال اليك انفيرور ايبيجاستريك وديب سركانفليكس اليك احنا شوحناها في البلفسي كما ونزلها فيديو عشان ما نضيعش وقت الاورطة اخر اتنين طبعا بطلعوا من السوراسيك اورطة لكن الاربع اللامبر هتطلعوا من الابدومنة الاورطة كلامها بال برضو يعني يعني الاتنين انتركوستل انتركوستل تبقى عند السوراسيك اورطة انما اللامبر هيبقوا طالعين من الابدومنة الاورطة الفيمور الارتي هو الجديد عليكم بيطلع تلاتة سوبرفشي الفيمور الارتي بيطلع تلاتة سوبرفشي يا جماعة مطلوب تحفظ مين تابع مين بس يعني الموضوع بسيط ومش لازم حفظه حتى بس ما تشوفه تعرفه سوبرفشيال ايبيجاستريك سوبرفشيال سيركمفريك سوبرفشيال بيودوندل شفت الكلام؟ يعني شبه الاكسرنال اليك بس سوبرفشيالات كلها طبعا احنا لو حسا كنت حافظتولكو بس يعني ان شاء الله الدنيا برضو تبقى سهل لو قاريتها بعليك الفين زيبقى فيه سوبرفينشيال فين وديب فين السوبرفينشيال فين سيبقى الأمبالكوس وصولة عبر الأمبالكوس بسبقى الأمبالكوس يبقى الأمبالكوس يبقى بسبقى بيعمل حاجة اسمها جمهور جدا جمهور لحنا لأن إحنا قلنا في الحصة لو تفتكروا في الكارديو أن أي حاجة تبعه جهاز الهضمي يبقى تنتهي في الوريد الباب الكبدي يبقى الأمبالكوس قريب من الصوركس يبقى صوراسك أكزيلاري صوراسك يودي الأكزيلاري حوالين الأمبالايكس يعد من اللجامين تمتيرس للبرتال فين بلو الأمبالايكس فيمورال نيرف طبعا نفس البرانشات بتاع الفيمورال أرتري هنا هتبقى فيمورال فين يعني سوبرفشل 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 تروح للجريتسافينس فين اللي هي الأوريدة الرئيسية بتاعت الرجلين اللي بيجي فيها الدولة ربنا عافيكو الجلطات وبعدها تنتهي في الفيمورال فين يبقى تحت أنا قريب من اللوار لمب يبقى هروح على الصافينس والفيمور الراوند الأمبالايكس يبقى اسمي الراوند الأمبالايكس برا أمبالايكس حوالين يبقى فوق الأمبالايكس يبقى صوراسك لأكزيلاري طيب الديب فينز بقى اللي مستخبيها جوا أباب الأمبالايكس سوبيريور إبيجاستريك مسكولوفرينك يروح الانترنال صوراسك نفس أسام الشرايين نفس أسام الشرايين اللي كانت في السوركس بالزبط والأوردة اللي كانت في السوركس هي هي طيب lower 2 هيروح الأزيجوس وهمي أزيجوس أزيجوس وهمي أزيجوس طيب تحت الأمبلايكاس نفس بتوع الفيمرولوم يا جماعة هنا بقى نفس بتوع الأكسترنال إليك هنا نفس بتوع الانترنال سورسك deep circumflex وانفيرور إبيجاستر deep circumflex اللي هم بتوع الأكسترنال إليك وروحوا على الأكسترنال إليك في النهاية يبقى تاني تاني السورفشيا الخلاصة هي ليه deep internal thoracic بفروعه عشان ما عوجعش دماءك في الحس أزيجوس وهمي أزيجوس بيجيبه من انتركوستر حلو external iliac deep circumflex وانفيرور إبيجاستر يعني زي الشرايين يبقى internal thoracic زي الشرايين ده فوق الأمبلايكاس تحت الأمبلايكاس external iliac بنفس الشرايين خلاص يا شبابنا طبعا في حاجة بقى بعد كده اسمها inguinal ligament أولا هو three second rolled lower border of external oblique aboneurosis لقدتش من تبتاعه مش موضوع مصطع باللاترا للأسيس ميديا لبيوبك تيوبركل أظن هاي سهلة خالص أهو أهو ماسك من اين من الأسيس للبيوبك تيوبركل من الأسيس للبيوبك تيوبركل خلاص مش حمساها بقى ده اسمه inguinal ligament inguinal ligament اللي فاكرين كنت طالعا منه اللي أبليك ماصل خلاص احنا بتخلصه يا شبابنا طيب في حاجة اسمها inguinal canal inguinal canal inguinal canal inguinal canal دي بتبقى oblique بحفظ بص اللي حقولك عليه كده 4 سنتي طبعا بتبقى تحت في الأبدوم اللي قلتلك بيعد منها الحبل المنوي اللي بينزل منها التستس عشان تخش جوه كس الصفن extend between deep and superficial fascia طيب يحصل فيها حاجة اسمها inguinal ring بص كده وهنا رجعتين شايف دي inguinal ring ودي inguinal ring تسمها deep inguinal ring ودي اسمها superficial inguinal ring دعا بقى ما نعرف يعني ايه كده بالراحة بقى الأخت ايه 4 سنتي ما حدش ينسى 4 سنتي وأوبليج 4 سنتي وأوبليج طبعا فيه superficial inguinal ring ودي inguinal ring السوبرفشي اللي أنا ساموريلكو حالا بتبقى عند الاكسانة الأوبليج أبونيوروس شكلها triangular in opening في الراجل بيعدي منها سبرماتيك كورد في الست بيعدي منها around ligament بيمسك في اليوترس تمام طب هناك بيعدي نفس الحاجات الفرق ان السوبرفشي اللي بيعدي كمان عصب اسمه إليو انجواينا إليو انجواينا خلي بالك بقى من الفرق ما بينه superficial triangular deep rounded أو over superficial triangular deep over أو عتنس هنا معدي على الأبنيوروس بتاع الاكسانة الأوبليج هنا على الفشية transversales الفشية transversales كلام ده يتحفظ صمي يا جماعة بعد إذنكم superficial inguiner ring triangular إنما deep over deep over deep over أهو عشان ما حدش نساها في الامتاحين طيب الولز بتاع الكنال محوطها من قدام إيه؟ إحنا لسا قايلين external oblige abon neurosis تمام طيب الفلور بتاعتها والروف الروف الفلش بتاع internal oblige الفلور جروف بتاع inguinal ligament ولكن معلش طبعا هو الصورة مش هتبقى سريدي مش موضحة فاحنا هنثبتها بس نبص فيها بعينيه يبقى الروف internal oblige الفلش بتاع internal oblige إنما الفلور inguinal ligament anterior هي الروف internal والانتيريور external الروف internal والإيه؟ والانتيريور external الفلور ligament ولigament إنما posterior fascia transversalis وconjoint طيب inguinal triangle يكفيني الرسمة خالص بصوا محوطها من فوق مين ده؟ طبعا اللي بنفسي جده يا جماعة اسمها inguinal triangle أو هسل بخ طبعا من فوق inferior epigastric ده inguinal ligament البلاسفر directus abdominis دول المحواطين inguinal triangle تمام كده؟ طبعا هنزل لكم الملف ده برضو بصوا فيه على مهلكو عشان برضو لو عايز تتابع الشرحي البستير رول بقى الكلام وسهر فنمش هاخد وقت خالص ان شاء الله طبعا البونز المحواطها خمسة لامبر فرتبري من ورا لاترالي الضلع الاثناشر والسكرام والإيليام المسلز اللي موجودة كوادريتاس لمبورام سوياس ميجور سوياس ماينور وإيلياقس سوياس ميجور بص بص اهي هي الخضرة دي هي الخضرة ده يا جماعة يبقى طالع منين قدامك اهيه البادي بتاع من تي تناشر لحد اللي خمس البادي بتاع الانسيرشن بتاعها فين شايفين اه هي وعضلة كمان اهيه داخلين في اللي سهر هي وعضلة اسمها بصوا بينا في الرسمتين هم سواء دي او دي خلينا هنا في الالوان اللي بينا اهيه دي ودي الالياقس على الاليا ما هي الاتنين داخلين في اللي سهر فعملين حاجة اسمها الالياقس الالياقس مع واضحة طبعا الاكشن بتاعها بتعمل هي الخضرة ده بدقة منين ممكن تبقى مش موجودة أصلا عند بعض الناس الصيد بتاع تي تنشر وإيه واحد هم اتنين بس هم هنا لو فاكرين كان ايه ها فتكره من تي تنشر لإيه خمس تي تنشر لإيه لخمس لما هنا ايه ها هم هنا اتنين بس اللي هم تي تنشر وإيه واحد الانسيرشن بتاعها داخلها في حاجة اسمها ايليوبكتنيل لاين او ايليوبكتنيل او ايليوبك اميننس هنا جوه هنا يبقى دي ها قدامك دي اسمها يا شبابنا الخضرة دي اسمها شايف اهي اللي كانت من تي تنشر لليل الخمسة هو مع داخلين في ان شاء الله الدنيا تبقى سهلة خالص اهو بعد كده العضلة اللي بعد كده طبعا الالياكس اللي هو عشان قلناها الالياك فصة رايحة في مع رحلها الاكشن بتاعها شبه بالاتنين نفس طيب بص شوف شكلها واحنا نرجع للكلام اهو اه اولا شكلها مربعة او مستطيلة الشكل لو ملاحظ كده في فيبرز مسكة في الترانسفيرز بروسسسة هم شايفينهم ومسكة هي هنا في الربس من تحت وهنا في الالياك كريستة هو تعبقى ما نطلع نقرأ باسمها كوادريتس لامبورم احنا شوفنا تلاتة فوق كان نسموهم ايه تانية هم سوياس ميجور الياكس وفي سوياس ماينور هم مع بعض سوياس ميجور الياكس اللي بنشوفها دلوقتي تسمعها ايا شبابنا كوادريتس لامبورم طالع منين كوادريتس لامبورم اولا فلات وكوادري لاترال يعني مربعة على جانبها العمود الفقري والله شوفت لاترال والله شوفت الوريجين وطبعا طالع من من تحت خلي بالك ان هي طالع من تحت وترانسفيرز بروسسسة بتاع شفتوا اهم عشان برضو ايه اللي نسل شايف انت من هنا هو يبقى هتنتهي فوق يبقى هتطلع من تحت الفوق عشان لما تشوف بتاعها مثلا يعني هو مش عليك بس اديك عرفك بتاعها بتاع الربل الاتناشر والتب بتاع اهو الانسل اهو الور اهو من تحت اهو بتاع الاتناشر والتب بتاع الاربع شايفينها يا شبابنا هنرجع لها تاني دلوقتي طبعا النرفي بروح لها سابكستل عشان هي منتهية عند الربل الاتناشر وبروح لها من واحد لحد الا اربعة اهي مرة اخيرة قبل ما نقول بقى اخر حاجة خالص اهي بدأ هي من هنا وبدأ من لجم انت كمان منتهية هنا وهنا منتهية هنا وهنا دي اسمها يا شبابنا كوادريتاس لمبورا مصر طبعا تغذية الرجلين بتعدي من بليكسس او عقدة عصبية اسمها لامبر بليكسس اللامبر بليكسس بطلع منها من بتاع السويس مش مشكلة طبع منين إليو هايبو جاستريك إليو إنجواينا لو فاكرين اللي كانوا فوق ها حد فاكر يا شبابنا اللي هما مين حد فاكر شطور كده حيفتكر ايوة ايوة بالزبط اللي هما الثرافيك وبداية اللامبر وفيمرال نير طب الميديا بتاع السويس طالع منه ايه اوبتيوريتور وايه الاربعة طب الانتيريور جينيتوفيمرال جينيتوفيمرال الجينيتال برانش بتاعه بروح الكريماستريك والفيمرال للصاي عند الفيمة سيجمنتال برانش بتروح حتة الكوادريتاس لامبورام والصوية سميجر والمي تان يبقى من اللاترل حيطلع إليو هايبو جاستريك إليو إنجواينا وفيمرال اللاترال إليو إليو فيمرال اللاترال إليو إليو فيمرال دي الأعصاب الميديا اوبتيوريتور وإلى أربعة حتنسوها دي اوبتيوريتور وإلى أربعة الأنتيريور جينيتوفيمرال من قدام يبقى جينيتوفيمر طبعا ده منظر ليها برضو لو حابب يعني انك تشوف المنظر طالع منين طبعا اقروها مرة يا شبابنا ولو في حاجة مش عارفين تحفظوها ان شاء الله هحفظها لكم طيب احنا محتاجين حاجة كمان بقى في الجزء بتاع الاوردة بتاعك القلب عشان ما ننسوش مش هقولك احفظ كل حاجة انا هقولك تلات كلمات مهمين جدا اولهم دي مهمة جدا 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 السبيرور فيناكيفا بيبدأ عند الرايد فرستيكوستال كارتلج بيستقبل الازيجوس عند الرايد ساكند كوستال كارتلج بيخش الرايد اتريام عند السيرد كوستال كارتلج احفظها واحد اتنين ثلاثة بيبدأ عند الفرستيكوستال كارتلج بيستقبل الازيجوس عند الساكند كوستال كارتلج بيخش الرايد اتريام عند السيرد كوستال كارتلج طيب دي كمان بقى الانفيرور فيناكيفا بيخروم الحجاب الحجز عند الـ T8 بيخروم الحجاب الحجز عند الـ T8 الأورت عند T12 الأورت عند T12 بيخروم عن T12 والـ عند الـ T8 أخيرا الفنز بتاعة الهدم والنك سبك ليفيا نفين نفس اسم الشريانة هو بيجيله internal juggler بيجيله حاجة اسمها internal juggler والـ internal والكسترنال juggler اللي اتنين حيروحوا يصبوا في عارفين زي ايه يا جماعة في الشريان كنا بنقول ايه هنا juggler و بس عشان تبقى دينا سهل juggler و تمام تمام يا شبابنا اتمنى الموضوع يكون بقى سهل عليكم ان شاء الله واللي محتاج حاجة يكلمني في اي وقت وان شاء الله بكرة حيكون فيه لايف بإذن الله هحددلكم عادة على الفيس هنزللكم جروب والفيس نحل فيه شوية اسئلة نثبت الكلام ما تتلخبطش وما تتلهوتش اقرأ على مهلك مش لازم تبقى حافظ على فكرة احنا مش في سنوي ابقى عارف ايه بتاعي يلا اشوفكم على خير يا شباب